إذنكم الله خير من أسئل الصفحة أيضاً ماذا نفعل لكي يستجاب لنا الدعاء نعم شخص كريم الحمد لله والصلاة والسلام وعلى صهول الله عليه الصلاة والسلام أن نأكل من حلال وأن نتقل لها سبحانه وتعالى فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن أوروبا رجل أشعس أغبر يطيل الصفر يطيل الصفر ويعني يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغزية من حرام فأنه يستجاب لك فهذا الرجل يطيل الصفر والصفر مظنة استجابة الدعاء وأشعس أغبر يعني هو في حالة أيضاً حال الزهد آه حالة الزهد في الظاهر في الظاهر آه لأنه من طول الصفر فأيضاً هذا يعني عنده تواضع إلى الله سبحانه وتعالى لكن هو أكل حراماً وشرب حراماً وفي الحديث وإن كان ليس بصحيح لكن معناه صحيح يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة الدعوة المعنى صحيح لكن السند ليس من حيث الصناعة الحديثية السند ضعيف السند ليس بصحيح لكن أشهد الحديث الآخر الذي ذكرته في أول الكلام وقبل كل هذا أن يتق الله سبحانه وتعالى فالتقوى هي سلاح المؤمن في استجابة الدعاء نعم بارك الله فيكم أسأل الله أن يرزقنا تقوى آمين يا رب العالمين